السلام عليكم ورحمة الله أعزائي تلاميذ الصف السادس وصلنا معكم إلى اختبار الفصل الرابع صفحة 97 قدنا استعمل الأنماط لأجد ناتج ضرب كل مما يأتي يريد قدنا أنماط النماط نضرب في 10 في 100 في 1000 فهنا قدنا 0.7% في 10 مثل ما تعرفون عند الضرب في 10 نحرك الفاصلة العشرية مرتبة واحدة إلى جهة اليمين إلى جهة اليمين فالفاصلة هذه السبعة والفاصلة تصير هنا بين الصفر والسبعة تحرك الفاصلة مرتبة واحدة إلى جهة اليمين عند الضرب في 100 تتحرك الفاصلة مرتبتين إلى جهة اليمين فالفاصلة تقفز هنا قفزة وهنا قفزتين فالفاصلة تصير بهذا الشكل هنا بس ما نكتبها لأن الفاصلة هنا ما إلها أي قيمة 0.7 في ألف هنا راح تتحرك الفاصلة ثلاث مراتب عندي مرتبة مرتبتين بعد مرتبة إذا بعد مرتبة يعني أنزل صفر ليش صارت سبعين لأن هنا الفارس صيلة تحركت مرتبتين وهي لازم تتحرك ثلاث مراتب فلازم أنزل صفر هنا عندنا سؤال الثاني 84.8705 5.10 أيضا الفاصلة أعزائي تتحرك إلى جهة اليمين أنزل الخمسة 0.7.8.4.8 تنزل كلها نفسها السؤال ينزل نفسه وأحرك الفاصلة تتحرك بين السبعة والثمانية الفاصلة تتحرك بين السبعة والثمانية نكتب العدد هنا أحسن الفاصلة تتحرك بين السبعة والثمانية كانت بين الثمانية والأربعة تتحرك إلى جهة اليمين تتحرك إلى جهة اليمين تتحرك بين السبعة والثمانية أنزل العدد عند الضرب في ألف أحرك الفاصلة ثلاث مراتب عشرية إلى جهة اليمين إلى جهة اليمين هذا هنا مرة مرتين ثلاث مرات تصير بين الخمسة والصفر هذه الفاصلة مكانها الجديد الآن عدنا 57.391 في 10 حرك الفاصلة مرتبة واحدة إلى جهة اليمين نزل العدد الفاصلة كانت بين السبعة والثلاث هسا تصير بين الثلاثة والتسعة تحركت مرتبة واحدة إلى جهة اليمين الآن في مئة حرك الفاصلة مرتبتين إلى جهة اليمين فتصير هنا بين الواحد والتسعة وكانت هنا مرتبة مرتبتين تحركت مرتبتين واحد تسعة ثلاثة أنزل نفس العدد وعند الضرب في ألف أحرك الفاصلة ثلاث مراتب إلى جهة اليمين واحد اثنان ثلاثة راح الفاصلة تصير هنا هنا الفاصلة ما نكتبها ما لها أي قيمة ما نكتبها السؤال الرابع وجد ناتج الضرب 0.3 في ثنين 0.3 في ثنين أولا أعمل نموذج الألف أستعمل لوحة المئة لعندي هذا كل حقل يمثل 0.1 الحقل الثاني 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 يعني كل حقل من هذا الحقل يمثل 0.1 إذا أريد ثلاثة يعني ثلاثة حقول هاي ثلاثة حقول هذه تمثل صفر فاصلة ثلاثة هنا يقول فيه ثنين يعني مرتين مرة أخرى أيضا ثلاثة حقول هاي صفر فاصلة ثلاثة النتيجة النهائية إش قد لما ضربت الصفر في ثلاثة فيه ثنين راح أحصل على هذه النتيجة اللي هي نجي نحسبها صفر فاصلة واحد صفر فاصلة ثنين صفر فاصلة ثلاثة صفر فاصلة أربعة صفر فاصلة خمسة صفر فاصلة ستة إذن يساوي صفر فاصلة ستة إذن ناتج صفر فاصلة ثلاثة فيه ثنين يساوي صفر فاصلة ستة الآن أعزائي عدنا السؤال الخامس سبعة زائدين 62.9 هنا عدنا ترتيب عمليات عندي زائد وعند ضرب عزائي مايسر نجمع السبعة مع 62.9 لازم أضرب أول مرة بعدين أجمع لأن الضرب قبل الجمع هذا في الكسورة الاعتيادية في الكسورة العشرية في الإعدادة الصحيحة في ترتيب العمليات عندي أكثر من عملية واحدة زائد وناقص ضرب وقسمة عدكم الضرب والقسمة قبل الزائد والناقص الضرب والقسمة قبل الزائد والناقص إذن الآن أضرب 4 في 62.9 بعدين الناتج أجمع مع السبعة عزائي عند ضرب الكسور العشرية أضرب كما لو كانت الفاصلة غير موجودة أضرب أولا كما لو كانت الفاصلة غير موجودة بعدين من نضرب ونكمل النزل للفاصلة فالآن نضرب 4 في 9 ستة وثلاثين ستة وباليد ثلاثة 4 في 2 ثمانية ثلاثة يدعش واحد بليد واحد 4 في 6 24 وواحد خمسة وعشرين الآن الفين وخمسمية وستعش ويساوي الفين ناتج أضرب الفين وخمسمية وستعش عندي فاصلة الفاصلة لازم أرجعها الفاصلة هنا عندي مرتبة واحدة أحسب هنا مرتبة واحدة طبعا هنا لازم أكتب سبعة زائد ستة فاصلة واحد خمسة الفين يعني صارت ميتين وواحد وخمسين فاصلة الآن أجمع الآن أجمع فأجمع سبعة زائد ميتين وواحد وخمسين فاصلة هذه السبعة اذكروا أعزائي جمع الكسورة الاحتيادية شنو القانون القانون لازم تكون المراتبة العشرية متساوية أصلا هنا أنا ما عندي مرتبة عشرية فلازم أضع فاصلة أضع فاصلة وأضع صفر فاصلة وصفر لأن هنا عندي فاصلة ومرتبة عشرية واحدة فهنا عندي فاصلة ومرتبة عشرية واحدة الآن أجمع الآن أجمع من اليمين اليمين مع اليمين 0 زائد 6 6 مع الفاصلة تنزل 7 زائد 1 8 وهنا عندي 5 وال 2 تنزل 258.6 258.6 أعزاي أول مرة ضربنا نزلنا الفاصلة العشرية جمعنا مع السبعة سوينا المراتب بالفاصلة المراتب العشرية لأن الجمع لازم تكون مراتب عشرية متساوية هذا قانون جمع الكسورة العشرية لازم تكون المراتب العشرية متساوية السؤال السادس هنا هذا ما نكتبه هنا أعزائي هذا يكتب بالأسفل أحسن نتيجة الضرب تكتب أسفل لأنه عندي سبعة لازم أجمعها مع المتين وواحد وخمسين عدنا سادسا ثلاثة فاصلة تسعة وستين جزء من ألف زائدا ستة وسبعين فاصلة أربعة في ثلاثة بنفس الطريقة أولا نتضرب بعدين اتجمع أولا نتضرب بعدين اتجمع أضرب ثلاثة في ستة وسبعين فاصلة أربعة ثلاثة في أربعة شوفوا أضرب ما أنزل فاصلة بالضرب أول مرة بعدين نرجع الفاصلة في ناتج الضرب ثلاثة في أربعة اطمع عشرين باليد واحد ثلاثة في ستة ثمنتعش وواحد ساعة عشر تسعة وباليد واحد ثلاثة في سبعة واحد وعشرين وواحد ثنين وعشرين هنا أنزل التسعة ستة فاصلة ثلاث زائداً شوفوا أنزل هذا العدد بمكانه مو أروح أنزل الناتج هنا لا الزائد بمكانه العدد الأول بمكانه ناتج الضرب بمكانه حتى حلنا يصير مرتب وما بيأخطأ الآن الفاصلة الفاصلة مرتبة عشرية واحدة يعني هنا مرتبة عشرية واحدة اش صار عندي صار عندي ثلاثة فاصلة تسعة وستين جزء من ألف زائداً ميتين وثنين ميتين وتسعة وشرين فاصل اثنين من عشرة هنا أريد أجمع هذا العدد مع هذا العدد كيف تلاحظون؟ لاحظت أنه عندنا ثلاث مراتب هنا وهنا مرتبة واحدة أحسنتم إذن هذا العدد هو اللي يحتاج مراتب هذا العدد هو اللي يحتاج مراتب عشرية إذن أضع صفر وأضع صفر مراتب عشرية وساويت المراتب العشرية حتى أستطيع أنه أجمع الآن أجمع آحد مع الآحد يعني هنا من اليمين أجزاء عشرية مع الأجزاء العشرية من اليمين اليمين مع اليمين 9 ويساوي 9 زاء الصفر 9 6 زائدا 0 0 زائدا 2 2 3 زائدا 9 12 2 1 2 232.269 جزء من الألف الآن أجد ناتج الضرب في كل مما يأتي 0.9 في 7 هنا بس عندي ضرب أعزائي نضرب 9 في 7 ضرب الكسورة العشرية أضرب كما لو كانت الفاصلة غير موجودة يعني نضرب 9 في 7 فقط 9 في 7 أحسنتم 63 أكتب هنا 63 الآن أنزل المراتب كم مرتبة عندنا 1 2 وهنا ما عندي مراتب يعني 1 2 وأنزل الفاصلة الفاصلة أعزائي من تنزل بهالطريقة هذه لازم نضع صفر لأن الفاصلة ما تستند على فراغ لأن من أضع الفاصلة وما عندي مرتبة هنا لازم أضع صفر سؤال الثامن 611.5 في 5 611.5 في 5 أضرب 5 في هذا العدد أنقله تماما هنا لكن بدون فاصلة إحنا عدنا ضرب 5 في 5 25 5 في 1 5 و2 7 5 في 1 5 5 في 36 إذن الناتج عدنا ناتج الضرب نزل الناتج أعزائي وكم مرتبة عدنا مرتبة واحدة مرتبة واحدة خلاص هاي ما عدنا فقط ضربنا ما عدنا أي لا زائد ولا ناقص 8.5 في 100 8.5 في 100 أعزائي هنا نضرب 85 في 100 لا أبدا ما نضرب 85 في 100 6 ليش أسأكل لكم ليش إحنا لما نضرب في 100 ما يحتاج أضرب عمودي فقط أقفز الفاصلة أحرك الفاصلة مرتبتين إلى اليمين أي نعم 6 صحي ذكرنا ما نضرب في 100 عمودي وننزل الصفار وندوخ لا الصفرين يحركون الفاصلة مرتبتين طيب هنا تحركت عند الفاصلة بعد هالنوب لازم تتحرك مرة أخرى إذن أنزلت صفر 5 8 والفاصلة صارت هنا بس ما نكتبها اتفقنا هاي الفاصلة ما لها أي قيمة ما تكتب إذا هنا ما عندي صفر ما تكتب الفاصلة فنحرك الفاصلة مرتبتين إلى جهة اليمين أحسنتم يا أبطال الصف السادس عندنا السؤال العاشر السؤال العاشر 80.7 في 5 أعزائي بكل سهولة نضرب بهذا العدد هنا أنقله بدون فاصلة وأضرب ضرب عمودي وأحنا تحافظين جدول الضرب أعزائي جدول الضرب ثم جدول الضرب ثم جدول الضرب يعني مو أقول لكم 5 في 7 تقولي 5 مرات 7 لا جدول الضرب مو 5 مرات جدول الضرب 5 في 7 35 ما يقبل غلط يعني بدون تفكير 5 في 7 35 مثل ما أنت حافظ اسمك واسم أبوك بدون ما تفكر أنت ما حافظة اسمك واسم أبوك بدون ما تفكرين طبعا حافظة اسمي إذن جدول الضرب الرياضيات لازم مثل اسمنا جدول الضرب ثم جدول الضرب يعني أنا متأكدة من كلامي اللي حافظ جدول الضرب هو مضبط 70% من الرياضيات حتى بالمتوسطة والإعدادية يعني جدول الضرب أعزائي ما يصير تحسبون بصابعكم من أقول لك 5 في 7 تقولي 5 مرات 7 طيب 5 5 7 لا ما يصير جدول الضرب يعني رأسا النتيجة تكون حاضرة في أذهانكم أعزائي وأني طبعا نزلت جدول الضرب للأول ابتدائي للثاني ابتدائي حتى الراجعوا سوية ما مشكلة يومية نزل جدوليا إن شاء الله 5 في 7 أعزائي 35 هساني أنساعد 5 في 7 شكرا 5 في 7 35 عفية 5 في 0 0 عدنا 3 باليد 3 تنزل 5 في 48 يعني تخيلوا إذا أنت لمحافظ جدول الضرب وهذا السؤال يجيك بالامتحان على ما تجمع 5 مرات 7 وبالجمع يطلع عندنا خطأ يعني أنا لاحظ الطلاب يسوي هنا يعني هنا يسوي مثلا 5 في 7 يسوي 5 مرات وبعد مرة 5 مرات يعني هذا مو جدول الضرب هما ليش اخترع جدول الضرب حتى ما نجمع 5 مرات 7 حتى نقول 5 في 7 35 المهم 5 في 7 35 5 في 0 0 3 تنزل 5 في 48 إذا ناتج الضرب عندنا هاي 5 هاي 3 صفر 4 أعزائي الفاصلة أبدا ما ننساها أبدا أبدا ما أنسى أرجع الفاصلة لأن السؤال هذا كله يطلع خطأ إذا ما نزلنا الفاصلة كم مرتبع عندي؟ 20 و 1 وارتبع 20 و 1 403 فاصلة 5 السؤال 11 أيضا أعزائي نضرب هنا أحول السؤال أنقله هنا وأضرب فيه 3 أضرب فيه 3 أشيل الفاصلة أنقل السؤال بدون فاصلة أضرب فيه 3 3 فيه 5 15 5 باليد 1 3 فيه 0 0 والواحد ينزل 3 فيه 0 0 3 فيه 5 15 ويساوي هنا نزل الناتج كم مرتبة عشرية عندي؟ ما ننسى المرتبة العشرية 1 2 من اليمين من اليمين 1 2 وأنزل الفاصلة ما نحسب مننا من اليساء الفاصلة العشرية تحسب من جهة اليمين 1 2 وتنزل الفاصلة العشرية إذن السؤال 11 150.15 السؤال 12 أيضا أعزائي نضرب هنا كما لو كانت الفاصلة غير موجودة 8 0 0 5 فيه كم فيه 4 4 فيه 8 32 2 باليد 3 4 فيه 0 0 و3 تنزل 4 فيه 0 4 فيه 25 أعزائي 4 فيه 0 كل عدد فيه 0 كل عدد فيه 0 4 فيه 25 أنزل الناتج 2 3 0 2 إذن الناتج 20 032 أحسنتم 6 نسية الفاصلة عفيا عليكم الفاصلة هنا أي الفاصلة هنا سؤال 12 202 203 2 2 2 جد قيمة كل عبارة مما يأتي إذا كانت سين تساوي 2.3 صاد تساوي 0.4% عين تساوي 0.24 جزء من الألف جد سين صاد عين سين صاد عين أعزائي شنو سين صاد عين يعني ناخذ الاثنين فاصلة ثلاثة اللي هي سين هاي 2.3 شنساوي لها نضربها مع الصاد 6 هنا ما مكتوب ضرب إي نعم إذا ما مكتوب علامة بين المتغيرات بين السين والصاد يعني ضرب إذا ما مكتوب علامة يعني ضرب إذا ما مكتوب علامة يعني ضرب هنا عين يعني نجيب عين هنا بس شنو بيناتهم ضرب ضرب إذا صار عندي 2.3 في 0.4 في 0.24 جزء من الألف هنا رح أضرب 2.3 في 4 وبعدين الناتج أضربه مع الـ 24 2.3 يعني 23 هنا رح أضرب رح أضرب هنا 3.23 في كم رح أضربها في أربعة فقط في أربعة بدون فواصل في أربعة أربعة في ثلاثة 12 بليد واحد أربعة في ثنين ثمانية واحد تسعة هنا كم عندي صار 92 إذا نتيجة الضرب ويساوي أعزائي لا تكتبون هنا رجاء رجاء من عندكم أكثر من عملية واحدة لا تحلون أفقي لا تحلون أفقي ليش هس أقول لكم ليش هس من ضربنا 2.3 في أربعة الناتج يكون أسفل أسفل حتى أعرف أين الناتج مال صفر هذا اللي هو 92 92 ست نسية الفاصلة عفية أحسنتم هنا عندي مرتبة وهنا ثلاث مراتب واحد ثلاث مراتب من اليمين من اليمين واحد ثلاث مراتب أنزل الفاصلة لاست نزلي صفر حتى يصير ثلاث مراتب بعدين نزلنا الفاصلة أحسنتم يا أبطال الآن خلصت لاست بقالنا في 24.0.24 شفت شلون الحل يكون مرتب يكون أسفل أسفل قامت أحل عمو هكذا أسفل لما تكون عندي أكثر من عملية واحدة الآن هس شراح أسوي رح أضرب 92 في 24 هاي 92 في 24 4 في 2 8 يمكن أحلها بمسودة حتى ما السؤال ينتقل للسؤال الآخر ما يكفي المجال خلينا حلها بمسودة أضرب 92 في 24 4 في 2 8 4 في 9 36 36 أعزائي أنزل صفر مراتب لأن أريد أضرب الثنين أنزل صفر مراتب ثنين في ثنين أربعة ثنين في تسعة ثمانتعش أجمع الآن أجمع 8 زائد صفر ثمانية 6 زائد أربعة 10 صفر باليد واحد 3 1 4 8 12 1 زائد 1 2 إذن هنا عندي نتيجة الضرب نتيجة ضرب 92 في 24 ويساوي 8 0 2 والآن أعزائي همشي المراتب نرجعهم 1 2 3 4 5 6 هاي كلها 6 مراتب تنزل 1 2 3 4 5 6 وأنزل الفاصلة الآن السؤال 14 8.89 سين ناقصا عين 8.89 سين ناقصا عين 8.89 سين يعني نضربها في قيمة سين في قيمة سين اللي هي 2.3 ناقصا عين اللي هي 24 شوفوا ناقص الناقص ناقص بس إذا ما مكتوبه إشارة يعني شنو ضرب إذا ما مكتوبه إشارة يعني ضرب الآن أضرب 8.89 في 2.23 أضرب 889 في 23 في 23 أيضا هنا نضرب بالمسود لأن ما كون مجال بالدفتر 3 في 9 عزائي مو تقولون 3 مرات 9 لا 3 في 9 27 أريد الجواب يكون حاضر 3 في 29 27 7 باليد 2 3 في 8 24 22 22 26 26 باليد 2 3 في 8 24 و 2 أيضا 26 20 ليش سيقولون يعني الرياضيات ما مثل قبل قبل الطالب يجمع 6 يطلق قلبك خلي 6 وطلع 8 وإجمع هذا زيال ليش ما نحفظ 6 زاد 8 14 خلاص هي مرة نحفظت 6 زاد 8 14 كل ما تمر كل ما تمر علي بالامتحان ما أقعد أفكر 6 زاد 8 هي 6 زاد 8 14 أيضا هس الجمع صار حفظ يعني الجمع مثل الضرب صار حفظ 6 زاد 1 7 7 زاد 7 14 14 2 1 3 7 6 10 10 0 1 1 1 2 شنو اللي جعله بالي أنه الطفل العراقي مو انحيازا للطفل العراقي هس لكن يعني أنا درست الطفل العراقي ذكي جدا 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 خصوصا بالرياضيات لكن هي شنو يراد متابعة ويراد اهتمام الحمدلله أي أعزائي هنا جمعنا ضرب 889 في 23 ناتج الضرب هنا عندي ناتج الضرب 7 4 4 0 2 همشي الفاصل العشرية كم مرتبة عندي هنا 2 وهنا 3 عفيا عزائي نحسب هاي المراتب وهاي المراتب مو فقط هذي 1 2 3 1 2 3 هذي 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 20 أطرح المراتب العشرية أطرح الأعشار مع الأعشار ويساوي هنا أقدر أطرح عمودي لكن من الممكن أن أطرح أفقي سبعة ناقص أربعة ثلاث أنت ويا يا أعزائي عافية أربعة ناقص اثنين اثنين أربعة ناقص صفر ما تقولولي صفر أربعة ناخذ منها الصفر تبقى أربعة فاصلة مع الفاصلة فاصلة صفر ناقص صفر صفر واثنين تنزل عشرين فاصلة أربعمية وثلاثة وعشرين سؤال خمستعش خمسة وعشرين فاصلة ثلاثين تقسيم خمسة أعزائي عند قسمة الكثورة العشرية لازم يكون المقسوم عليه عدد صحيح هنا هو عدد صحيح ما يحتاج من عندي تحويله إلى عدد صحيح لازم المقسوم عليه شي يكون عدد صحيح الآن هو عدد صحيح خلاص أقسم وأني مرتاحة البال فاصلة ثلاثين تقسيم خمسة لحظوا أعزائي بالقسمة الفاصلة تبقى بمكانها حتى تسعد بالناتج من نوصل لها اثنين بيها كم خمسة ما بيها خمسة وعشرين بيها عفية إذا ما بيها حط صفر أكون يقول صفر في خمسة صفر أنا أشوف ما يحتاج خلاص ما بيها نزل صفر وأنزل منه نزلنا أسنزل الصفر نزل الصفر ثلاثين بيها كم خمسة ست فيها ستة شفتوا جدول الضرب لأن احنا نعرف ستة في خمسة كم ثلاثين يعني جدول الضرب وفيدنا بالقسمة أيضا نفس أهمية جدول الضرب بالقسمة إذن خمسة وعشرين فاصل ثلاثين تقسيم خمسة يساوي خمسة فاصل ستة جزء من عشرة طبعا هذا السؤال الخمسطعش أنا كتبت لكم يا مباشرة اللي هو تستهلك مولدة كهربائية منزلية لاحظوا أريد أقراركم السؤال وأنا أتبهكم على نقطة معينة تستهلك مولدة كهربائية منزلية خمسة وعشرين فاصل ثلاثين لتر من البنزين لمدة كم استهلاكها هاي لمدة خمس ساعات كم لتر تستهلك المولد في الساعة الواحدة في الساعة الواحدة منطينة أدة ساعات يريد في الساعة الواحدة أعزائي من منطينة بالسؤال أدة ساعات والمطلوب في الساعة الواحدة المطلوب في الساعة الواحدة يعني بما أنه المطلوب في الساعة الواحدة يعني قسمة إذا المطلوب في الساعة الواحدة يعني قسمة لحظة السؤال 17 تقطع سيارة في الساعة الواحدة هنا بالساعة الواحدة موجودة ما مقدار المسافة التي تقطعها في ثلاث ساعات المطلوب في ثلاث ساعات يعني ضرب إذا المطلوب شيء واحد قسمة إذا المطلوب كثير ساعتين ثلاث ساعات عشر ساعات ضرب لحظوا لأن الطالب مرات يسأل أمت نقسم أمت نضرب أمت نطرح نقسم لما منطيني كمية كبيرة ويريد الكمية الواحدة نضرب لما منطيني كمية واحدة ويريد ثلاثة أربع مرات خمس مرات يريد ثلاث ساعات هنا هنا منطيني بالساعة الواحدة يريد ثلاث ساعات أضرب أضرب خمسمية وخمسة سبعين فاصلة خمسة في ثلاثة لأنه يريد في ثلاث ساعات هاي ضرب سؤال 17 ضرب سؤال 15 قسمة لأنه منطيني هاي 25.30 لتر هذه لمدة خمس ساعات هذه لمدة خمس ساعات طيب بالساعة الواحدة أنا أريد بالساعة الواحدة قسمة لاحظوا أم عزائي أم تنقسم وأم تنضرب الآن سؤال 16 سؤال 16 أنماض أنماض قسمة الكسور العشرية عند القسمة على عشرة نحرك الفاصلة مرتبة واحدة إلى جهة اليوم يسار إلى جهة اليسار تنزل الستة ثلاثة ثمانية تنزل إلى جهة اليسار يعني هنا برس هنا أنا ما عندي ما عندي عدد أحط صفر وأنزل الفاصلة لأن ما عندي عدد تتحرك الفاصلة فلازم أضع صفر السؤال نفسه هذا ستة ثلاثة ثمانية بالقسمة على مئة الفاصلة كانت هنا بس أنا ما عندي أي مرتبة تتحركها الفاصلة لازم أنزل الصفرين وتنزل الفاصلة ستة ثلاثة ثمانية هنا ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هاي قفزات الفاصلة قفزات الفاصلة يعني ما كوا أعداد لاحظوا ما كوا أعداد فلازم تنزل للصفر حتى تقفزهم الفاصلة سؤال سبعتعش خمسة وسبعين فاصلة خمسة في ثلاثة أعزائي نضرب كما لو كانت الفاصلة غير موجودة تعلمنا الضرب كما لو كانت الفاصلة غير موجودة ثلاثة في خمسة وخمسة وقل يد واحد هذا ضرور ثلاثة في خمسة وخمسة وواحد سبتعش ثلاثة في سبعة واحد وعشرين زايدا واحد واثنين وعشرين ويساوي خمسة ستة واثنين واثنين وما ننسى الفاصلة تنزل مرتبة واحدة مرتبة واحدة صفر سبعة وسبعين تقسيم صفر وسبعة أعزائي هنا عندي مشكلة بسيطة اللي هي المقسوم عليه عدد عشرين ستة ما يخالف سهلة هذا الصفر وسبعة أضربها في عشرة هسه هي مثل الخوش آدمي صير عدد صحيح أيضا ستة الصفر وسبعين نضربها في عشرة مع العلم هي ما تحتاج لكن لأنه ضربنا المقسوم عليه في عشرة لازم نضرب المقسوم في عشرة نضرب في عشرة طيب صفر وسبعة وسبعين في عشرة الفاصلة تتحرك مرتبة واحدة إلى جهة اليمين يعني راح تصير إلى هنا تقسيم تنزل صفر وسبعة في عشرة سبعة صفر وسبعة في عشرة سبعة صفر وسبعة في عشرة سبعة لأن فاصلة تحركت هنا وما إلها أي قيمة الآن أقسم سبعة فاصلة سبعة تقسيم سبعة لاحظوا شوك تقسمت لما صار المقسوم عليه عدد صحيح لما صار المقسوم عليه عدد صحيح سبعة بيه كم سبعة بيها واحد في سبعة سبعة اناقص سبعة ناقص سبعة صفر الفاصلة ست سعد فيه الناتج انزل السبعة الثانية سبعة بيه كم سبعة بيها واحد في سبعة سبعة صفر اذا الناتج القسمة يساوي واحد فاصلة واحد جزء من عشرة ايضا هنا المقسوم عليه عدد عشري المقسوم عليه عدد عشري 6 ماكوا أي مشكلة عدد 20 نضربه نضربه في كم 6 الآن نضربه في 100 طيب كيف عرفتوا أعزائي 6 ممرتبتين إذا مرتبتين أضرب في 100 أحسنتم في كم في 100 في 100 أعزائي والخمسة وفاصلة 4 في كم تضربونها 6 أيضا نضربها في 100 خلاص ما دام ضربنا المقسوم عليه في 100 نضرب المقسوم في 100 يحتاج ما يحتاج ما لنا علاقة المهم نضربه مثل ما نضرب المقسوم عليه الآن 5.4% 5.4% أحرك الفاصلة مرتبتين إلى جهة اليمين تحركت الفاصلة هنا بس بعد ما عندي مرتبة تتحركها إذا ننزل صفر شوفوا مرة تحركت هنا ومرة تحركت بعد الصفر تقسيم 0.6% في 100 6 0.6 جزء من 100 في 100 6 يعني الفاصلة تحركت مرتبتين ويساوي إذن 540 540 تقسيم 6 الآن أقسم تحول المقسوم عليه إلى عدد فحيح أقسم 5 بيها كم 6 ما بيها ناخذ 54 بيها كم 6 بيها 9 9 في 6 4 وخمسين 4 ناقص 4 0 5 ناقص 5 0 والصفر أعزائي ستنزل إليش ما يسعد بالناتج إي نعم صحيح يسعد بالناتج ويساوي 90 ويساوي 90 الآن نفس الطريقة 4.2 تقسيم 0.7 6 هاي 0.7 إي نعم شنسوي لها ستنضربها في عشرة أحسنتم أضربها في عشرة قسمة تنزل 4.2 أيضا أضربها في عشرة أضربها في عشرة 42.10 يعني 4.2 الفاصلة تتحرك إلى جهة اليمين الفاصلة صارت هنا واتفقنا أبدا ما نكتب الفاصلة هنا ما نكتبها خلاص تحركت هنا ما نكتبها تقسيم 0.7 بالعشرة في عشرة 0.7 فاصلة صارت هنا ما إلا أفين 42 تقسيم 7 أعزائي ما يحتاج قسمة طويلة شنون نضربه في 7 يطلع 42 اللي هو 6 6 في 7 42 6 في 7 42 ما يحتاج نقسم قسمة طويلة إذن أعزائي وهذا السؤال 17 اللي حجيت لكم عن قدت لكم تقطع سيارة في الساعة الواحدة هنا عندي تقطع سيارة في الساعة الواحدة 75.5 كيلومتر ما مقدار المسافة التي تقطعها في ثلاث ساعات أنا عندي بالساعة الواحدة أريد في ثلاث ساعات يعني أضرب 75.5 في 3 فهنا ضربنا 75.5 في 3 226.5 إذن هذه نكتب كيلومتر المسافة التي تقطعها السيارة السيارة في كم في ثلاث ساعات في ثلاث ساعات وصلنا إلى سؤال 21 سؤال 21 32 32.55 تقسيم 3.5 سؤال 21 أيضا أعزائي هنا عندنا 3.5 نحتاج أن نحولها إلى عدد صحيح إذن 3.5 رح أضربها في كم في عشرة 3.5 نضربها في عشرة بنفس الوقت هاي 32 أيضا أضربها في عشرة أضربها في عشرة لأنه ضربت المقسوم عليه في عشرة أضرب المقسوم في عشرة رح الفاصلة مال هاي 32 تتحرك بين الخمسة والخمسة فاصلة خمسة ثلاثة صارت 325 تقسيم تقسيم كم تقسيم 35 تقسيم 35 أقسم قسمة طويلة أقسم قسمة طويلة ننقل العدد مع الفاصلة ما مثل الضرب القسمة ننقل العدد مع الفاصلة تقسيم 35 تقسيم 35 هنا 32 بيها كم 35 ما بيها 32 بيها كم 35 ما بيها حط صفر وإذا ما حطت وأيضا ما أكو أي إشكال 325 بيها كم 35 أعزائي 300 بيها كم 30 هي تقريبا بيها يعني اللي 300 بيها كم 30 بيها 10 بس إحنا ما يصرب ناتجة القسمة نكتب 10 هو يعني أكثر تقديرا نقدره هو التسعة تسعة في خمسة تسعة في خمسة خمسة وأربعين تسعة في ثلاثة سبعة وعشرين سبعة وعشرين زائد أربعة واحد وثلاثين نقص خمسة ناقص خمسة صفر نين ناقص واحد واحد صفر عشرة لحد الآن حلنا صحيح لأن العشرة أقل من المقسوم عليه أعزائي وصلنا الفاصلة نصعدها بالناتج بعديا أنزل ماذا أنزل الخمسة مية وخمسة بيها كم خمسة وثلاثين المية وخمسة المية بيها ثلاثة هي تقريبا قريبة على المية إذن ثلاثة ثلاثة في خمسة خمسة وخمسة خمسة وبيليد واحد ثلاثة في ثلاثة تسعة زائدا واحد عشر خمسة عفوا خمسة ناقص خمسة صفر 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 ويساوي تسعة فاصلة ثلاثة نتيجة القسمة تسعة فاصلة ثلاثة سؤال اثنين وعشرين أربعين فاصلة خمسة وعشرين تقسيم ثلاثة فاصلة خمسة المقسوم عليه أحوله إلى عدد سهل ثلاثة فاصلة خمسة يحتاج أضربه في عشرة قسمة تنزل أيضا أربعين فاصلة خمسة وعشرين أضربها في عشرة أضربها في عشرة بعد ما أضربنا الأربعين فاصلة تتحرك الفاصلة إلى جهة اليمين فتصير هنا هذا موقع الفاصلة تقسيم خمسة وثلاثين في عشرة ثلاثة فاصلة خمسة في عشرة خمسة وثلاثين ثلاثة فاصلة خمسة بالعشرة في عشرة الفاصلة تتحرك هنا وما إلها أي قيمة الآن أقسم الآن نجري عملية القسمة الطويلة أربعة صفر 2 5 الفاصلة ما ننساها 35 لاحظوا أعزائي أكد عليكم الفاصلة بالقسمة تنزل بمكانها الفاصلة بالقسمة تنزل بمكانها ما مثل الضرب الضرب نضرب ونكمل بالناتج أنزل الفاصلة هنا أخذ الـ 40 بيها كم 35 بيها 1 1 في 35 35 10 10-5 5 3-3 أنزل الـ 52 52 بيها 35 بيها 1 1 في 35 35 أنقص 12 7-5 3-1 وصلنا الفاصلة أعزائي الفاصلة تسعد في ناتج القسمة بعدين أنزل شنوء الخمسة 175 بيها كم 35 الزائحة مرت علينا طبعا 175 بيها كم 35 بيها 5 في 5 25 5 في 3 15 22 17 0 0 إذن ناتج يساوي 12 10 10 5 السؤال الأخير في اختبار الفصل الرابع 7.5 تقسيم 0.5 5 الآن 5.5 بالعشرة أضربها في عشرة تقسيم 7.5 أيضا أضربها في عشرة بعد أن ضربناها في عشرة الفاصلة تحركت مرتبة واحدة إلى جهة يمين فاصلة صار مكانها بهالطريقة هذه تقسيم 0.5 بالعشرة في عشرة 5 0.5 في عشرة 5 الآن أقسم قسمة طويلة 70.5 تقسيم 5 أخذ مرتبة واحدة 7 بيها كم 5 بيها 1 1 في 5 5 أناقص 7 ناقص 5 2 أنزل الصفر 20 بيها كم 5 بيها 4 في 5 20 صفر صفر وصلنا الفاصلة أعزائي تسعد بالناتج نزل الخمسة خمسة بيها كم 5 بيها 1 في 5 5 والناتج صفر صفر ويساوي 14.1 جزء من عشرة أعزائي بهذا السؤال انتهى درسنا لهذا اليوم اللي هو كان اختبار الفصل الرابع حلينا 23 سؤال الحمد لله في فيديو واحد طبعا صار الفيديو 40 دقيقة لكن يعني فضلت أن يكون في فيديو واحد أعزائي اختبار الفصل تختبرون بأنفسكم بعد ما ينتهي الفصل هذا يساعدكم جدا أنه يضبطون المادة أعزائي بهذا الفيديو وصيتكم جدول الضرب جدول الضرب ثم جدول الضرب يعني لطالب اللي يضبط جدول الضرب يضبط يعني جدا جدا يعني ماشي مرحلة بالرياضيات أعزائي أتمنى منعدكم تفاعلون مع القناة وأشكركم على تقريبا الألفين مشترك يعني اللي يشترك بالقناة أكيد شافه إنه قناة يعني تعبانة عليها تعبت عليها أعزائي وقدر الإمكان أحاول أقدم المعلومة الصحيحة أحيانا يصير عندي خطأ بعدين من أراجع الفيديو يعني سهوا يسقط عندي رقم أو كذا من أسوي مونتاج لطول الفيديو فأرجع أصححه بفيديو آخر فاعذروني على هاي النقطة ولكن أحاول إن شاء الله قدر الإمكان أنه أقدم لكم الشيء الصحيح والواضح واللي في ذلك طالب فإذا كان صوابا فمن الله والحمد لله وإذا كان خطأا فمن يوم من الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر